محمد بارك الله فيك ورحم الله زوجك وغفر الله له و جعله في جنات النعيم أخت الفاضل أولا الدنيا هذه ليست بدار خلود و دوام و إنما هي محل إقامة مؤقت ما في إنسان في هذه الدنيا يخلد كل إنسان له فترة زمنية محددة يقضيها في هذه الدنيا و له دور في مسرح هذه الحياة يأدي و يمشي بس باختصار كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون كل ابن أنثى و إن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول الأمر الثاني بارك الله فيك زوجك اللي تعب و شقيه في هذه الدنيا المفروض تفرحي له لأن الإنسان يؤجر على كل شيء حتى ما تجعله في في مرأتك صدق اللقم اللي يحطها في فمك أو اللقم اللي أنت تأكلينه و أولادك صدق لك و صدق له صدق من حيث الأجر و الثوام القيام على الأولى تربيتهم و يعني العناية بهم و الكسب و البذل النبي عليه الصلاة و السلام سمى اللي يجتهد في العمل و يشقى فيه سمى فيه سبيل الله و سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضات الله فكيف الآن أنت زعلانا على زوجك و هو لله الحمد كسب أجرا كثيرا و يعني عملا و أدى عمل صالح فالنبي عليه الصلاة و السلام قالوا له رجل هذا الشاب اللي راح للسوء قال إن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله إن كان يسعى على زوجته أو ذريه فهو في سبيل الله والدين فيه و في سبيل الله فهذا العمل و الشقاء كله في سبيل الله مسألة أخرى يبقى الآن ما الذي يمكن أن يستفيد زوجك و ينتبع فيه في قبرة حزنك لا كلامك هذا تقول والله أنا أتألم و أتوجع ما يستفيد أنت المتضررة أنت و بناتك و أنت متضررة و يمكن أنت تأثمين أحيانا ليش لما تتسببين في أن يخيم الحزن على البيت و الهم عيالك كل ما دخلوا عليك و شافوك حزينة و تبكي كل ما طلعوا و شافوك كذا ما يصره ما يصره العاقل هو اللي يقول ما الذي ينفع الميت الآن اللي ينفع الميت أنك تدعي له تدعي له أفضل شيء يصل للميت الدعاء أفضل شيء يصل للميت الدعاء أفضل من أي شيء آخر و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءه رجل قال يا رسوله هل بقي شيء من بر والديه يعني بعد وفاة قال الدعاء لهم ما قل رح صلي عنهما و لا صوم عنهما و لا روح كذا الدعاء لهم الدعاء لهم صلي عليهم يعني تدعو لهم الاستغفار لهم الاستغفار إن فادوا عهديهم زوجك ترك وصية نفذيها الوصية إذا ما ترك ما عليك شيء المقصود يا أخت الفاضلة هذه تربين عيالك عليها الدعاء الصدقة إذا عندك قدرة مالية تتصدقين عنها سواء صدقة جارية بناء مسجد حفر بئر شراء مصاحف و وضعها في مسجد أو يعني إرسالها إلى بعض البلاد اللي تعاني شحف المصاحف تكفلين يتيم عنه مثلا تتصدقين على أرملة وترجين الثواب هذا اللي ينفع هذا وتستقبلين حياتك و أيضا أنت تعملين صالحا أما قضية أنك تحبسين نفسك بهذا الشعور ما تستفيدين و قد تأثمين أحيانا مثل ما قلت لك إذا فعلا أنت تسببت في عقد نفسية لأولادك و هم و حزن دين الإسلام دين جميل عظيم ديني يجعل الإنسان يقف على قمة الحقيقة يفسر الأشياء كلها اللي حوله تفسير إيماني صحيح ديننا ما هو دين لطم و حزن و دين مآتم و دين ما عندنا لا حتى الحزن مؤقت لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشر أي امرأة تحد على ميت غير زوجها أكثر من ثلاث أيام آثمة عاصية لمحمد عليه الصلاة والسلام عاصية للنبي عليه الصلاة والسلام فديننا دين جميل دين يعني يجعل الإنسان فاعل مؤثر ما يجعل الإنسان سلبي يجعل الإنسان فقط قابع في زاوية أسير الحزن و الهم لا استقبلي حياتك كلنا سنمر هذا طريق حق هذا طريق أين الآباء أين الأجداد أين الأمم الماضية القرون السالفة وين أين الأنبياء خيروا خلق الله الأنبياء ماتوا دفنوا في التراب عليهم الصلاة والسلام لذلك الإنسان لا بد أن يعرف ما ينفعه و يبتعد عن ما يضره في الدنيا و يوم القيامة ترجمة نانسي قنقر